بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا بالنظر لأهمية الموضوع حبينا نحكي اليوم عن فيروس هانتا الخطير اللي زاد انتشاره بشكل ملفت للنظر هذه السنة 2019 ورح نحكي عن أعراضه وطرق العدوى والوقاية منه ووفق أحدث الأرقام من معهد روبرت كوخ أن حالات المرض قد ارتفعت في ألمانيا بشكل كبير هذا العام من يناير إلى بداية سبتمبر حيث بلغت 1184 حالة في حين كانت مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 123 حالة فقط المصابون بفيروس هانتا عادة ما تظهر عليهم أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الصداع والآلام في الجسم والحمى والقيء والإسال وفي الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلاوي وأمراض الرئاء ويعود سبب الارتفاع الكبير في عدد الحالات إلى تبدلات الطقس هذا العام الذي هيأ ظروفا ملائمة لتكاثر الفئران وللتعريف أكثر بهذا الفيروس تابعوا معنا هذا الفيديو للأخير وما تنسوا تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة بالنسبة خاصة لزوارنا الجدد اعترف بوجود متلازمة فيروس هانتا الرئوي لأول مرة في عام 1993 في منطقة الزوايا الأربع بجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية منطقة هونيك اسمها منطقة الزوايا الأربع جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية تم تعرف عليه من قبل الدكتور روبر تيمبست كان يطلق عليه في الأصل مرض فور كورنرز يعني الزوايا الأربع أو مرض الزوايا الأربع ولكن تم تغيير الأسم إلى فيروس سن نومبر بعد شكاوى من قبل الهنود الحمر سكان المنطقة لأن أسم فور كورنرز هو أسم منطقتهم وتسمية الفيروس بهذا الأسم يعد عار على المنطقة أما أعراض متلازمة الهانتا فيروس الرئوية تشبه أعراض الإنفلونزا تماما مثل الحمى والسعال وألم عضلي وصداع وخمول وضيق في التنفس الذي يتردى بسرعة ليصبح فشل حاد في الجهاز التنفسي ويتميز بظهور مفاجئ لضيق في التنفس مع تطور سريع ووزمة رئوية والوزمة الرئوية هي حالة تسببها السوائل الزائدة في الرئتين وهو غالبا ما يكون مميتا على الرغم من التنفس الصناعي ومدرات البول القوية ونسبة معدل الوفيات لهذا المرض تصل إلى 50% تنتج عدوى فيروس هانتا مجموعة غير متجانسة من الأمراض الحادة التي تحدث في جميع أنحاء العالم تنتشر هذه العوامل الفيروسية على نطاق واسع بواسطة أنواع مختلفة من القوارض البرية وهناك أكثر من 20 فيروس هانتا معروف كل واحد إلى أسم علمي معروف حاملي فيروس هانتا الطبيعيين هم القوارض البرية على سبيل المثال فأر الغزال هو الناقل الرئيسي للفيروس المسؤول عن معظم حالات متلازمة هانتا الرئوية في أمريكا الشمالية وأيضا هناك جرف القطن وفئران الأرز والفأر ذو الأرجل البيضاء تحدث العدوى بفيروس هانتا من خلال الاتصال المباشر مع البول والبراز واللعاب التي تنشرها القوارض المصابة في البيئة وتحدث عن طريق استنشاق الجسيمات التي تحتوي على جسيمات طازجة أو مجففة موزعة في البيئة من خلال الغبار في الهواء والتي يمكن استنشاقها بسهولة كما يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق العض ولا تنتقل الفيروسات هانتا عادة من شخص إلى آخر مع بعض الاستثناءات قد يكون انتقال الفيروس بين الأشخاص من خلال ملامسة الدم أو السوائل الجسدية لإنسان مصاب ويزداد خطر الإصابة بالفيروس لدى الأشخاص الذين يعملون أو يعيشون في المناطق التي تنتشر بها القوارض ومن العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة فتح أو تنظيف الأماكن التي لم يتم استخدامها لفترة طويلة تنظيف بعض أجزاء المنزل والتي لا يتم استخدامها وجود منزل أو مكان للعمل مليء بالقوارض أيضا القيام بوظيفة تتطلب التعامل مع القوارض والفضلات الخاصة بها أيضا القيام بأنشطة مثل التخيم أو الصيد أو التجوال أما الوقاية من متلازمة فيروس هانتا الرئوية إبعاد القوارض عن منزلك وعن مكان العمل الخاص بك يقلل من خطر الإصابة بفيروس هانتا أيضا قم بتجربة هذه الخطوات من أجل تقليل خطر الإصابة التي يمكن أن تمر القوارض من الفتحات الصغيرة لذا قم بإغلاقها باستخدام الأسلاك أو الإسمنت أو المعادن أيضا قم بإغلاق منافذ الطعام اغسل الأطباق بطريقة صحيحة ونظف الأرضيات وتخلص من بقايا الطعام وقم بتخزين الطعام جيدا وذلك لإبعاد القوارض عن المكان قلل من الأماكن التي يمكن أن تستخدمها القوارض واحتفظ بالنفايات خارجا لتبعد القوارض عن المكان قم بوضع الأفخاخ وضع بعض السموم من أجل قتل تلك القوارض ولكن احتفظ بهذه الأفخاخ بعيدا عن الأماكن التي قد تصل إليها يد الآخرين فقد تتسبب في إيذاء الحيوانات الأليفة والمحيطين بك ومن أجل إجراءات التنظيف الآمنة قم بوضع القوارض الميتة في المطهرات المنزلية أو الكلور وكذلك قم بتنظيف الأماكن التي تواجدت بها هذه القوارض فهذا يساعد على قتل الفيروس ومنع العدوى من الانتشار وبمجرد فعل هذا قم بالتقاط المواد الملوثة بمنشفة لن تقوم باستخدامها بعد ومن ثم امسح المنطقة بالمطهرات وفترة حضانة الفيروس متغيرة ويمكن أن تكون بضعة أيام أو عدة أشهر أما معظم الحالات فكانت من أسبوعين إلى أربع أسابيع ومتلازمة هانتا الرئوية هي مرض معدي يتميز بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا المفاجئة والتي يمكن أن تتفاقم بسرعة على مستوى الجهاز التنفسي إلى أن تكون قاتلة وقد تظهر أعراض متلازمة رئوية هانتا من واحد إلى خمس أسابيع بعد التعرض للبول أو البراز أو اللعاب من القوارد المصابة ويتطور المرض من خلال مرحلتين متميزتين في المرحلة الأولى قد تحدث أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وغيرها من المظاهر العامة والتي قد تشمل التعب والخمول حمى وقش عريرة صداع وآلام في العضلات القيء والغثيان والإسهال وآلام في البطن ومن الصعب بالتالي التمييز بين عدوى بيروسات هانتا من الإنفلونزا والالتهابات من أربع إلى عشر أيام بعد ظهور المرض تحدث علامات وأعراض أكثر شدة بما في ذلك السعال مع إفرازات ضيق في التنفس تراكم السوائل داخل الرئتين انخفاض ضغط الدم أيضا انخفاض كفاءة القلب والعلامات والأعراض المتأخرة يمكن أن تسوء فجأة غالبا ما يكون التطور السريع للوزمة الرئوية قاتلا كما يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلاوي أما التشخيص فعادة ما يتم صياغة التشخيص على أساس نتائج التحقيقات السريرية والمصلية في المرحلة الأولى من المرض لا يمكن تمييز العدوى عن الحمى الفيروسية الأخرى ومع ذلك إذا ظهر ازدياد في درجة حرارة المريض وضيق بالتنفس والتعب وكان على اتصال مع القوارض يمكن أن تكون المظاهر موحية بقوة لمتلازمة رئوية هانتا قد يشير طبيبك إلى مزيد من التحليل لاستبعاد الحالات الأخرى أما خيارات العلاج الخاصة بمتلازمة رئوية هانتا محدودة ولكن العلاج في المستشفى في وحدة العناية المركزة موصى به عند الاكتشاف المبكر من أجل الدعم الكافي للتنفس قد يشمل العلاج في المراحل الأولى من المرض إعطاء خافضات الحرارة والمسكنات وأجهزة التنفس المساعدة للحفاظ على عمل الجهاز التنفسي وللوقاية من الوزمة الرئوية الرعاية الدائمة هي حجر الزاوية في علاج المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس هانتا وتشمل الانتقال السريع إلى العناية المركزة والرصد الدقيق وإدارة التوازن المائي للمريض والحفاظ على ضغط الدم الصحيح ومستويات الأكسوجين والعلاج المناسب من أي عدوى ثانوية وقد يكون الغسيل الكيلوي ضروريا لتخفيف السوائل الزائدة وقد ثبت أن ريبافيرين وهو عقار مضاد للفيروسات يقلل من المرض والموت المرتبط بالفيروس إذا تم استخدامه مبكرا أما اليقاية فلا يوجد لقاح ولا علاج معروف للفيروس وأفضل ما يمكن للأطباء القيام به هو علاج أعراض المرض وبالتالي فإن أفضل طريقة لحماية النفس هي تجنب الحيوانات المصابة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حاملي المرض اللي هم القوارض الأكثر شيوعا من التعشيش في المنزل وإذا كنت تعمل في الخارج أو تقوم بتطهير الأماكن مثل المرائب أو الأقبية أو الحظائر فارتدي قناع غبار لإبقاء الغبار الذي يحتمل أن يكون مصابا خارج فمك وأنفك كما يمكنك أيضا منع انتشار الغبار عن طريق ترطيب الأرضيات قبل البدء في العمل فإذا كنت قلقا من احتمال إصابتك بالعدوى وكنت تعاني من أعراض تشبه الإنفلونزا ولسيما الحمى المرتفعة التي لا تزول أو إذا لاحظت وجود الدم في البول فاستشر طبيبك فورا بالنسبة لمعظم المسافرين فإن خطر الإصابة بعدوى فيروس هانتا منخفض للغاية ومع ذلك هناك خطر محتمل في أي بيئة يوجد فيها عدد كبير من القوارد تتفاقم بسبب الظروف التي تسهل الاتصال بهم يجب على المسافرين والمتنزهين والمعسكرات الذين قد يتواجدون في البلدان أو المناطق المعارضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس هانتا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبعاد القوارد عن الخيام أو غيرها من المساكن فضلا عن حماية جميع المواد الغذائية من التلوث حبيبنا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع مثل العادة للاسترسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم ومثقتكم بنا منرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته